أنواع الوقف لأن الوقف كما بيّنت وفصلت لكم متعدد من حيث الإعراب وكذلك المعنى بقي الشق الثاني لعلم الوقف الابتداء وهو الابتداء والابتداء أحبابنا لا يتعدد لأنه لا يكون إلا اختياريا فالوقف قد يضطر الإنسان فيه لأن يقف على موضع لا يستطيع أن يتخطاه لضرورة كالنفس أو لغيره أو قد يجوز الوقف في موضع باعتبار وعلى اعتبار آخر يجوز الوصل وقد تتفاوت مراتب الوقف بين عدة مواضع أو في الموضع الواحد لكن الابتداء ليس كالوقف الوقف إما أن يكون اختياريا أو اضطراريا أو حتى اختباريا أما الابتداء لا يكون إلا اختياريا يعني القارئ قد يضطر إلى وقف لكن له لا يضطر أبدا إلى اختبار لذلك الابتداء التنبيه له أسهل بكثير من التنبيه على أنواع الوقف لكننا لا بد أن نبدأ بالوقف أولا لنوضح المشكلات ثم من الوقف يأتي الحديث عن الابتداء الابتداء كما قلت لكم لا يأتي إلا اختياريا لذلك لا بد أن يكون ابتداءا جائزا والابتداءات الجائزة هي التي ينفصل الابتداء عن الوقف الذي قبله لغة يعني إعرابا يعني لا بد أن تكون بادئا لكلام جديد بإعراب جديد هذه هي قاعدة الابتداء الرئيسي قال لا تبتدئ إلا بكلام مستأنف جديد له اعتبار جديد في الإعراب غير اعتبار الإعراب الذي كان للوقف الذي قبل هذا الابتداء لكننا سنخرب هذه القاعدة في عدة مواضيع الموضع الأول الابتداء بأول الآية الابتداء بأول الآية متعلق بالمذهب الذي كنت تقرأ به في مذاهب الوقف على رؤوس الآية هل كنت تقرأ بالوقف على رؤوس الآية مطلقا يعني أي رأس آية تقف عليها إذا كنت تفعل ذلك فكل الابتداءات بأوائل الآيات صحيحة ليس فيها شيء حتى وإن اتصلت بما قبلها إعرابا أما إن كنت تقرأ على المذهب الثاني وهو الوقف على تمام الكلام ويقصدون بتمام الكلام يعني من حيث الإعراب فإذا تم الكلام عند رأس الآيات وقفوا وإن لم يتم وصلوا إذا كنت تقف على هذا المذهب أو تعتامدوا هذا المذهب إذا لابد أن لا تبدأ بأوائل الآيات إلا لو كانت منفصلة عما قبلها إعرابا فإن لم تنفصل وجب عليك الرجوع إلى ما قبل الوقف حتى تصل موضع الوقف بباب بعدها يعني مثلا الحمد لله رب العالمين لو اعتبرنا أننا نقرأ بالوقف على تمام الكلام يعني من حيث الإعراب فقط فالحمد لله رب العالمين ليست منفصلة عما بعدها إعرابا لذلك ما ينفعش أبدأ أقول الرحمن الرحيم على هذا المذهب وإنما أرجع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لابد أن أرجع إلى ما قبل الوقف فأبدأ بأبعاد الكلام حتى أشعر بالاتصال فلا أبدأ مباشرة بما بعد رأس الآيات إن كانت رأس الآيات متعلقة بما بعدها إعرابا يعني مثال أوضح شوية فويل للمصلين لو أنا كنت بأقرأ بالوقف على تمام الكلام يعني ماذا نعني بتمام الكلام يعني من حيث الإعراب يعني هذه الجملة انتهت إعرابا وليست متعلقة بما بعدها إذن ما ينفعش أبدأ أقول الذين هم عن صلاتهم ساهون ما ينفعش وإنما وقفت على فويل المصلين أرجع تاني أقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الشيخ ابن الجزلي رحمه الله نبه على هذا التنبيه ووضعه يعني تحت دائرة الضوء فقال وغير ما تم يعني لفظا وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله يعني يجوز أن تتقف هذه على هذه المواقف إن كنت مضطرا قال وله يوقف مضطرا يعني لطول المقطع لانفضاد النفس لكن لا تبدأ بما بعد محل الوقف هذا لأنه لازال متصل اللغة بما بعد وإنما واجب عليك الرجوع إلى ما قبل الموقف الذي وقفت فيه الشيخ ابو عمر الداني له عبارات يعني موضحة تمام الإضاح لهذا الذي ينبغي أن يكون عند الوقف الاضطراري وكيف نبدأ بما بعد الوقف الاضطراري هذا الوقف القبيح الذي لم يتم عنده اللفظ قال رحمه الله ومن انقطع نفسه على ذلك وجب عليه أن يرجع لما قبله ويصل الكلام بعضه ببعض يعني إن انقطع نفسه على ذلك يقصد من ذلك الوقف القبيح يعني ما تعلق ما قبله بما بعده لفظا يعني إعرابا إن انقطع فلا بأس لكن واجب عليه أن يرجع لما قبله ويصل الكلام بعضه ببعض فإن لم يفعل أثم طيب ليه أثم يا مولانا قال كان ذلك من الخطأ العظيم الذي لو تعمده متعمد لخرج بذلك عن دين الإسلام يعني التعمد تعمد الابتداء بأجزاء الكلام ونسبة هذه الأجزاء من العبارات المبتورة إلى الله سبحانه وتعالى قد يكون فيها تخرج عن الإسلام إن كان صاحبها متعمدا لهذه المعاني كأن يقول مثلا وقالت اليهود ويقف طبعا هذا الوقف قبيح لأن القول لابد أن يضم إليه مقوله القول هي وقالت اليهود المقول هو مفعول القول يعني ماذا قالوا؟ قالوا يد الله مغلول فلابد أن تجمع في القول القول مع المقول حتى يتم الكلام لفظا فأنا بقرأ مثلا وقالت اليهود وأفتكد أبدأ بعدها إزاي؟ أقول يد الله كذا؟ لا وإنما أرجع قبل محل الوقف أقول وقالت اليهود يد الله مغلولة لكن أنا لو لو وقفت فقلت وقالت اليهود ثم بدأت بما بعدها يد الله كذا؟ هذا الوقف آثم علي ترجمة نانسي قنقر